خلينا نروح لي سيادة ألواء ناصر سالم مساء الخير على حاجة أهلا مساء الخير سيداحة اجتماع أولا أو لقاء السيد الرئيس مع القبائل الليبي الممثلة للشعب الليبي الشقيق ايه الرسالة اللي خرجت من القاهرة من هذا الاجتماع للداخل الليبي وللعالم بالكامل يعني قبل ما أقولك الرسالة فضل في حاجة نقطة يمكن في ناس كتير ما خدتش بالها إنما كل من يقوم بحساب قدرات القوى بين الدول وبعضها البعض وحساب القدرات الليبية دلوقتي في مواجهة بعضها البعض لازم يقرأ المشهد اللي هو لحضرتك فضل إفن يعني هذه احنا شفنا من الأول من أول اللي احنا عملناه من أول إعلان ساد رئيس يوم عشرين يونيو من سيد براني الخط الأحمر وبعد كده لما جاه المجلس النواب الليبي وطلب تدخل مصر ثم هؤلاء العواقل والشيوخ والوجهاء بتوع الشعب الليبي والقبائل الليبية جايا لك لحد مصر ثم شوف أنت النهاردة بيقول لك حالة الارتياح اللي موجودة داخل ليبيا بعد هذا اللقاء أنا هقف عند حتة حالة يعني إيه حالة ارتياح نعم الارتياح اللي أنا بنتكلم عنه ده لما نيجي في العلوم الاستراتيجية ونحسب قدرات الدولة الشاملة قدرات ليبيا اللي هي موجودة قدامنا بتاع الجيش الوطن الليبي اللي ليه مجلس النواب المنتخب الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا كل ده كوم والنهاردة فيه حاجة ظهر الجديدة خالص يعني لما بنيجي نحسب قدرات الدولة الشاملة بنقول ايه قدرة اقتصادية زائد قدرة سياسية زائد قدرة دبلوماسية زائد قدرة عسكرية زائد قتلة حيوية لما باجي اقول ايه فيه القدرة المعنوية قدرة المعنوية بتاع الشعب دي بتضاعف باقي قدرات الدولة أو تخصف فيها الارض يعني لو القدرة المعنوية صف وكل القدرات التانية دي اي ارقام هيبقى الحاصل في النهاية صفر لكن بعد حالة الارتياح والارتفاع الروح المعنوية وزيادة القدرة المعنوية للشعب الليبي بالشكل ده انا بقول ان الجيش الليبي الوطن الليبي والشعب الليبي ده مش هيقدر عليه حد لو تركيا كلها دقلت بجيشها على الشعب ده مش هتقدر مش بقول ان احنا مش هنتدخل معهم لا ده حتى دل وحدهم لو وجهوا بهذه الروح المعنوية والروح اللي احنا شايفينها قدامنا كل القدرات بتاعتهم تضاعفة ودي اهم ما في الصورة كان الشعب الليبي محتاج الوقفة دي محتاج اللي يقول له انا معاك ما تخافش انا في ظهرك اللي هيهوه من ناحيتك هقطع رقابته ده الشعب الليبي كان محتاج اللي يفتح له صدره ويفتح له حقه حقه احضان مصر بالشكل اللي هم تعودوا عليه ناس دي رجعت شعب الليبي يقول له حالته المعنوية النهاردة من اروح ما يمكن ودي بقى الرسالة اللي ايه بتتبعت الرسالة رقم واحد للداخل الليبي اعتقد ان الداخل الليبي بالشكل ده خلاص الرسالة وصلت وهذا الشعب على درجة من نقول ايه الصمود التحدي التضحية بلا حدود ودي اهم حاجة كنا عايزينا من الشعب الليبي في الاول ثم رسالة الى العالم الانتهازيين اللي جايين يشتروا ليبيا وعايزين يستعيدوا الملك العثماني العفن عشان خاطر الاخ اللي جابوه قالك اقعد على كرسي ليبيا عشان يقعد بيبيع لهم ليبيا بيبيع ليبيا عشان ايه يععدوا على الكرسي شوية راح مضى معاهدتين معهم او اتفاقيتين وجاي يفتح لهم ليبيا هادي الرسالة اهو هو ده شعب ليبيا مش الصراج اللي مضالك وبلا سند وبلا قانون وبلا وبلا شرعية الشعب اللي ليه شرعية اهو خلي بالك وده اللي هيقف وده اللي هيقلك بسنانه شعب ده ابناء القبائل دي شوف كلهم هم قدامك شوف شكلهم ايه الناس دي هتفرمك ايه هتعتمد على انه واحد خاين باع بلده ليك عشان ان يقعد على الكرسي اكتنى ولا سنتين زيادة ولا يومين ولا مش هيلح يقعد وباعلك ليبيا ببطرولها بغزها وكل اللي فيها عشان تستعيد ملك العصمان الارس سيادة نصر امبارح بعد خلال هذا اللقاء اللي قدام حضرتك وقدام السادة المشاهدين تلاقي الاعلام الاخواني والاعلام القطر والاعلام التركي فيه عندهم اكيد انه عندهم حد مات بمعنى الكلمة بقول لها حق يعني اولا طبعا وشوشهم كلها سودة طلعين هو يا مصر ليه هو ايه اللي بيحصل هم القبائل دون راحوا ازاي هو ايه اللي بيهدد مصر و ايه اللي بيخوف مصر ايه اللي خلاهم يعني حسوا باهمية هذا اللقاء انه كلام مصر ايوا اتفضل اي فاند اه بص حضرتك يعني انا بتابع الرئيس اردوغان لما كان بيتكلم قدام الاعلام هناك في تركيا وبيتكلم عن مصر فبكل صلف وبكل غرور وبكل قلة ادب لا 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 مصر يعني مش عايز يتكلم على مصر لا لا انا مش مصر مش في دماغ ده هو بيتكلم يعني هو مش عارك مين اللي نزل على افاه انا ما مش عايز يجيب سرط دلوقت خالص لا 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 انا مش بتكلم على مصر انا ما تهمنيش مصر النهاردة لما تحصل الموقف ده لأول مرة بقولك لا انا لازم نعمل اتفاقية تانية مع حكومة الوفاق وندخل فيها الامم المتحدة وده مش هيحسن ما تخليك شجاع ما تخليك شجاع كده وتكمل مشوارك صح فدل ما انت بتدفع مرتزقة وبتموله من الخزينة الليبية ما تيجي تورينا جيشك اللي انت عامله الجيش اللي انت قلعته هدومه وسحلته في الشارع ده دول هم دول اللي عايز تحارب بهم مصر ما تجابه متيجي ورينا مش هيقدر هو من هناك من بيئي ممكن اقصى ما يعمله ان هو من البحر يفرقع له كم صاروخ من بعيد يطير كم سيارة اللي هم بطوعه مصنع بتاعي جوز بنته زي ما حدث بتقول يدخشوا وهو يدخل دول السوريين ان انا متوقع اول ما تقوم حواطيس الحرب دول هيرفعوا الريا البيضة ويجي سلموا نفسهم لانه ملهمش قضية حربه المرتزقة هم متاخدين اهليهم رهائن هناك خدهم في تركيا واطلعوا حربه عشان نخلى اهليكم هنا ونحافظ عليهم على ارضنا انما اول ما هي لا والعملية فيها موت وفيها حربة حقيقية مش هيحربوا وهيسلموا نفسهم بدلها هيحصل يعني اذا الصورة تقلب تماما اللي بيقولك انا هعمل وهعمل وهعمل ومصر دي ايه لا ده عايز التفاية وعايز الامم المتحدة دي جي تحمي تحمي مين تحمي واحد لص كرصان جاي يسرق شعب وعايز يستعيد امبراطورية عفنة الامبراطورية العثمانية مين اللي هيقف جنبه اللي امم المتحدة هتقف مع مين ضد مين فهو قدي الرسالة والرسالة الاهم بقى للمجتمع الدولي كله قدي الشعب اللي بقدامك هو ما بنجيبش لجيبنا واحد على فرقاطة وقالنا له تعالى خش انت رئيس ليبيا وانت رئيس منتخب ولا هو رئيس توافقي ولا علي توافق ولا مجلس النواب فوضوا زي ما اتفاق الصخيرات بيقول ولا ليه لازمة انتهت صلاحيته من الاول سنة زي ما كان الاتفاق بيقول مقررات برلين فاذا انت دلوقتي بنقول اه مجتمع دولي هدي الشعب الليبي هدي ليبيا الحقيقية قدامكم اما ان انتو ضعفوا مع السلم والامن الدوليين وحقوق هذا الشعب في حريته وفي ارضه او ما تحدش بقى يبكي على اللبن المسكوب لما تجدوا السلم والامن الدوليين بقوا خرابة لان ليبيا الاطول ساحل دولة في مواجهة اوروبا لو لم يكن هناك امن وامان فيها تبقى ايه المعبر بتاعة الهجرة غير الشرعية لافريقيا كلها كل اللي عادي يهج على اوروبا بييجي على ليبيا زي ما شفنا في الهيام اللي فاتت قبل كده نعم كل الهجرة غير الشرعية اللي جاء من افريقيا الليبيا هي المعبر نعم والتجار والسماصرة بياخدوا الناس دول ويعدوهم ويلا على ايطال يلا على فرنسا يلا على اليونان فاذا السلم والامن الدوليين في خطر وعلى اوروبا بالتحديد وعلى العالم كله ان يتحمل مسؤولياته مع هذا الشعب المحترم الابي في الحفاظ على ارضه على وحدته على مقدراته في مواجهة هذا المحتل العثماني اللي جاي عايز يحتل هذه الدولة هذه الرسايل اللي بترسل من هذا اللقاء اللي احنا شايفينه ده من الناس سيدة لواء نصر ايه اللي يملكه اردوغان على الارض في لبيا ايه اللي يملكه ايه المنظومات ايه التسليح اللي ممكن يبقى موجود عنده في لبيا يا سيد احمد ما هراح حط احدث осلاح عنده في مطار الوطيا تضربت في ثلاث دقائق نعم مش حط احدث اسلاح عنده في مطار الوطيا صحيح ايه اللي حصل فيه نعم ولو حط اي حاجة تانية السلاح بالمقاتل السلاح بالمقاتل اللي بيحارب عليه لحد نفس الأخير مين اللي هيمسك السلاح ده ويقف قدام طيارة جاء تضرابه ولا صاروخ جاي عليه ده بيجري أول ما بيسمع صفارة النظار حتى لو شاف صاروخ جاي في الرادار جاي عليه هيسيبه ويجري مش دول اللي هيقعدوا اللي هو بيعتمد عليه الإرهابيين دول المرتزقة هيحشدهم ومش مهم مش هيركة على دماغهم ولا الشعب اللي التركي هيحسبوا عليهم إنما هو لو راجل ينزل لكتيبة تركية عشان تروح له في أكفانها بعد كده وتنزل على اسطنبول كده أكفان نزلة وسنديق نزلة شايد ده لو كدوا سيادتك بتقول ما عليش يا فندم مرة بتقول لو راجل ينزل كتيبة تركية هتبدأ ينزل كتيبة واحدة من تركية ميتفعليش ناس مرتزقة غلابة جايبهم غلابة مجرمين دول مجرمين مش غلابة دول مجرمين لا والله أبدا مجرم ارهاب ايوه لا انا بعمله ارهاب يا فندم هنلمهم فاص قاوة هنحترمهم بس وهنرجعهم تاني بس يجوا يجوا ما يخافوش أنا بطمنهم اهوه وقول لهم ما تخافوش بس تعال بس رفعوا الريال بيضاء وتعالوا واحنا مش هنعمل فيكم انتوا عارفين انتوا ضحية اردوغان مش هنضربوا ولا الشعب اللي بقى ولا الجيش اللي بقى يضربوا أنا أخذهم ورجعهم له كده فاص كده زي القرود يرجعوا على بلدهم وشعبهم يحاربوا حضرتك لا لا تاني يا فندم رسالة بتطمن مين يا فندم كده أنا بطمن 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 اقول ايه الناس اللي هو جيبهم الارهابيين دول بقول لهم انتوا تعالوا اول ما توصلوا اول ما ترفعوا الريال بيضاء اتطمنوا مش هنعمل فيكم حاجة انما عايزين تحاربوا هتفوق لا هارضوكو ولا لكم فيها حاجة حاجة بتقول له سلم من بدري ارفع الريال بيضاء من دلوقت رسالة لي والله اللي جيت رفعت الريال بيضاء عملك معاملة الاسرة زي ما دلنا قال وزي ما وهنكرمك تمام زي ما ربنا قال ويطعمونا الطعام مسكينة وياتيمة واثير الاثير حتى هو هنصع وهنعمل معاملة هنكرمه تماما انما ركبت دماغك يبقى انت اللي خدت الطريق الغلط فقادي بس عشان اردوغان ما ايه ما يضحكش على نفسه ويتخيل ان الناس ده هتخش جحافلة دي اول ما هتدخل وده الجيش اللي قلعه اللي عايزي يبعاتل كتيبة من دول والنبي بينت في دول هيحارب دفاعا عن اردوغان دفاعا عن اردوغان مين هيدفاعا عن مين العقيدة القتالية هي اقوى اقوى ما في اي جيش الجيش الجندي اللي ما عندوش عقيدة ده هيحارب ايه ده هيرم السلاح وهيرم كل حاجة ومش هيحارب وانا شوفنا شعوب عملة ايه فقا احنا بنقول دلوقتي زي ما بنكرر تاني بنقول لاخوان اللي جيبهم اردوغان ما تخافوش بس اول ما تدخل ارفع ايدك فوق ارفع الريال بيضة هناخدك وهنرجعك لبلدك وهنكرمك جدا بدل ما ايه البديل ان انت وبعدين اقول رسالة اقول لي اذا كان اردوغان عمل كده في جيشه اللي هو جيش اللي من شعبه نايمه مع الارض او يا سوري او يا اي حد جاي من اي حتة اردوغان هيدك عليك تعال بس انت ارفع الريال بيضة واسيب الباق علينا ان شاء الله هنرجعك لو عزز مكرم بس اعمل اللي عليك وارفع الريال بيضة اعمل اللي عليك وارفع الريال بيضة ايوة اه يعني حاجة بتقول تاني معلش الكلام اللي سيدك بتقوله كلام مهم المرتزقة بتوع سوريا دول دول جايين واخدين فلوس فبتقوله انت معراكتك ايه انت جاي تعمل ايه هنا ارفع الريال بيضة من بدري بالزبط كده وهنكرمهم اخر كرم بس بس يجوا كده بس لهم علينا حق الكرم وهم لهم بس يخش يسلم نفسه واحنا هنكرمه وهنرجعه بلده لولاده لعياله انما لو ركد دماغ ومش مع اردوغان خلص يبقى هو اللي جان اه يعني لو وجه السلاح ومسك السلاح مش هيرجع ع سوريا خلاص مالوش حق عندنا انتهى مالوش حق اه اه رفع الريع على انه ورسنا غير كده يبقى هو اللي جان لو استسلم ريبيضة خلاص احنا بعمله معاملة الاسير اهلا بيه ييجي هنرجعه هنرجعه بلده لأهله اللي اردوغان واخده معنده رهائج اهلا بيه كمان طبعا اسير اسير احنا بنكرم الاسير زي زي ما ربنا امرنا اه هنعمل فيه هو الاسير هنتبعه هنقتله هنعزبه لأ اه لا متعملش جدا اه ييجي بس هو رفع الريع البيضة واحنا هنقوم بالواجب معه اه اه يعني وهم جايين ارفع الريع وخلاص حيك بتقولهم بشكل واضح الرسالة دي مهمة جدا انه لو رفعت الريع البيضة هترجع السوريا ونرجعك معزز مكرم ومن كار مرفع اه استاذ احمد هم هيقاملوا كده هم كلهم في مقدورهم او في مخيار يعني في قرار في نفسهم اول المرتزق جاي عايز في نوش وعايز عيد في شيء عشان يموت لو لا نفسه هيموت لازم هيسلم نفسه فسوأ انا قلت لهم ارفعوا انا كمان بطمنهم اضافة للماء وخالجهم في نفسهم ده انا بقول لهم بس انتم تعالوا وارفعوا الريا البيضة واحنا هنكرمكم ومش هنعمل فيكم حاجة ها طيب لانه في بعض الناس برضو بيقولوا ازاي احنا هنعمل كده او ازاي حالك بتقول هزا الكلام ايه الهدف يعني الهدف 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 مستغربة يعني مستغربة بالطار لو جاي يعني ايه اللي جاي خلاص يعني واحد جاي يسلم ومكره طب اه ههيعمل ايه لو ما انا بقول حضرتك لو لو الاردوغان عنده فعلا يعني اللي يقول ايه بتاع العنجاهية والغرور التركي ابعت لنا حد من عندك مم نوري له الحرب بشكلها ايه انما تبعت ليش ناس انت جايبهم واخد اهليهم رهائن عندك نعم وباعتهم مكرهين مرغمين مم فالمكره المرغم ده لأ اهلا وسهلا بيه اذا رفع الريا البيض هنكرمه انت عايز بقى جيشك اللي انت قلعته وسحلته في الشارع ابعته كده يا حاري حاري بشوف هيعمل ايه نعم اه جيشه المتشلح ده بالزبط اه هل في التاريخ حصل في اي حد عمل كده في جيشه هل تذكروا سيادتك بخبرتك العسكرية الطويلة في حد عمل كده غير اردوغان اطلاق ما حصلتش اطلاق ده منظر جيش نعمل فيش اعتب ليه طب يعني حتى بلاش تصورهم يااخر اه هم عملوا فيك ايه هم صاروا ليه هم هم دول هم مش جالوا صاروا عشان شعبهم بتعمل فهم كده هم يعني الناس دي ده لما بتعملش في اسر الحرب كده تعمل ان ده في جيشة كده اه اي درامة منظر مجين ده فقط رؤية قتالية وفقط اللي حاولوا ولا قواتها الا بالله ده كويس انه ساب الجزء اللي نفسينه ده اه ده بورقة التوت كويس انه ساب ورقة التوت ايوه فهم دول دول هاي حربوا ازاي يعني يعني خلاص ورقة التوت هتسقط لوحدها مما سقطت اه ده جيش اللي طب با يبعت لنا حد من دول ما عادش حد من دول ما عادش جيش كده ايوه السؤال يا فندي ليه اردوغان ما بيبعتش جيش يعني بيبعت مرتزقة وبعض المستشارين العسكرين فقط ما بيبعتش جيش نظامي ليه لسببين اتنين فضل اي قرار انت بتعمل ايه في تقدير موقف بحث القدرات والقدرات الطرف العدو اللي قداني فانا اذا كان هو حسب قدراته الحمد لله وبدون اي غروب وبدون اي فخ جيشنا بفضل الله متفوق في كل حاجة فهو بالحساب ان شاء الله يلاقي هزيمة باذن الله ما شفهش عبل كده ده رقم واحد رقم اتنين لم يستطيع ان يواجه شعبه كل العنجهية والفشر والكذب بتاعه ده ده بتخيل بقى ثاني يوم الناس ده رايحة ورجعله في سنة دي وعمالة كل ايه ده لو رجعوا هوابق الشعب بتاعي يقول له ايه يقول له انا بعته لكم يموتوا هناك عشان اجيب لكم شوية غاز ولا شوية بطرول هيقول له بلاهم الغاز والبطرول ده وكنت سيبت أولادنا وكنت سيبت الناس دي عايشة هنا انما فده دول السبابين الاساسيين ولذلك هو عمال من ده انه وفتله زي اللي بين بيدفعه وهو بيجيب الناس اللي بيرغمهم دول خده الفين دولار في الشهر وولدك عندنا واطلع حارب يموت عشرة يموت عشرين الف يموت اللي يموته انما هو بقيد وحتى الطيارات اللي باعتها ما فيهاش طيار ده باعت طيارات مصيرات دوع كل الطيارات مخير على المواقع اللي بيجي بتاع الجيش الوطن نعم وطبعا الجيش الوطن ما فيهاش الله عنده منظومتين دفاعيتين اه لا تروح هيعدي ولا بالنزر هيعدي اشرح لنا يا فندم الاس تلتمية والتانية اعتقد بوك اه الاتنين دي اس تلتمية ده مده ماتين وخمسين كيلو ضد كل الصواريخ والمدى البعيد والبوك دي على الصواريخ المتوسط يعني هو مغطيين نفسهم الحمد لله كويس جدا والجيش الليبي الوطني خلاص خد اتعلم يعني مش معنى ان هم خدوه على غرة زي بوله ومفاجأة وكسبوا منه وجولة انه هو خلاص لا 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 يعني الارض في ليبيا منعاش قيمة قيمة في الهتاب لان الارض صحراء مفتوح انما القيمة ان ان اقعد على على مطار اقعد على مدينة اقعد على حقل بطرول حقل غاز في مناطق هي الاهداف حيوية مش الارض المفتوح دي كلها لا قيمة لا بس صحراء بندافع عن اهداف على الارض مناطق حيوية مناطق ازاق قيمة انما اجري في الصحراء ليبي اجري بعشرات الكيلومترات مئات الاف الكيلومتر دي اجري زي ما انت عايز زي ما انت فين هي دي المهمة منظوم هل حاجة بتكلم على طيارات مسايرة فقط ما عندوش مقاتلات ممكن يبعدها او يجيبها او تضحق يا ريت يدفع يبعد يبعد مين هيبعدها اي مطار مطار مسراطة ولا مطار الواطية هيضرب زي ما ضرب الواطية قبل كده يعني الجيش اللي بماشى الله زي ما ضربوا في الواطية هيضربوا في اي حتة يروح فيه هيضمر له طيارات ولو قابلهم في القتال جوي برضو هو اللي هيخسر لانه جاي منين ده جاي يشوف الفين كيلو رايح الفين كيلو يعني مين اللي هيضبعد ده مهوش امريكا امكانية ان الحرب يجرب خارج المسرح بتاعه مهو ده هو بيدره هناك يروح يضرب كم طلق هناك في سوريا ولا في العراق يعدي الحدود ويرجع مهوش لما يعشان ييجي لعبر المتوسط ده كله وييجي يقاتل مهوش انا بقولك الجيش اللي بلواحده حيقوم بالواجب معه هيقوم بالواجب لا يعني هو صعب انه يبعت مقاتلات ده اقصد انه مش هيبقى عنده غطاء جوي لو تحرك ميبقاش عنده غطاء جوي اقصد هيبقى صعب بالنسباله جدا جدا وتبقى خسيره يعني تفوق اي توقع وبالتالي هو كل اللي هيعمله كمعاونة نيرانية بالطيارات المسيارة وبصواريخ من القطع البحرية هتتضرب اه بس الطيارات المسيارة هتعملية الطيارات المسيارة قدام يعني اس 300 وغيرها وغيرها هتتساقط زي الزباة ها هو اردغان عارف كده يعني دي حساباته ما هو شايفه قدامه بس هو أسوامك يعني انت عارف المسيارة هل هو عايز يتراجعه مش قادر يعني هل هل هو عايز يتراجعه مش قادر ياخد قرار مثلا حس انه تورط حس انه تورط في ليبيا انت عارف لا انت عارف هو عايز يضغط لحد حفة الهوية انه ياخد اي حاجة يعني عايز ايه انا هحارب واخد سر واخد الجفرة طب ما تقرب ما اعملني لأ وانا الخط ده مش هو اقف اطلاق النار عشان لما يجي تفاوض بقى يقعد سازك سينجر بقى في التفاوض علت سقف في التفاوض على الاخر فهو متخيل انه كده بيضغط دخول مصر على الخط بالشكل ده نزلت كل الاسهم بتاعته لانه كان اه لا انا اخد سرط الاول الجفرة وبعدين نوقف اطلاق النار طب ما هو الخط قدامك حد حيشك حد حيشك انما هو كل ده عايز ياخد مكاسب سياسية لما يقعد على مهيدة المفاوضات على الاقل يضمن ان الحكومة تيجي ما تلغيش الاتفاقيتين اللي هتحاملوا بتاع الصراج اللي هو بتاع ترسيم الحدود وبتاع الاتفاقية الامنية مش مشكلة الاتفاقية الامنية انما على الاقل يضمن حصة في البترول ايو عايز يضمن ان الصراج يقعد او حد تبع ما الصراج مش هيقعد الشعب الليبي هو اللي هيقرر بس طبعا لا يمكن هيقرر يجيبه عشان كده هو متشبس بالارض الاخر مدى اه تمام متشبس على الاخر والصراج هو ده الوحيد اللي ايه اللي هو مأجره جايبه على حسابه نعم بيشغاله ليه نعم بلو جي حد تاني ملوش اجندة معاه رئيس يوم الخميس مع اشقانا قبائل الليبية المحترمين قال كلام في غاية الاهمية قال ان احنا مش هنسمح يبقى فيه بقرة جديدة تتجمع في لبيا على حدودنا او بالقرب من الحدود المصرية حتى لو كلف ذلك تدخل مصر بشكل مباشر لمنع هذا الامر ايه تحليل حضرتك لهذا الكلام ايوة انا بص حضرتك انت دهوقتي قانون الدولي بيعطيق الحق حق الدفاع الشرع النفسي نعم انا شايف واحد رايح بيحط مدفع وهضرب من الطلقة اتنى لما الطلقة تعتمشي 20-30 كيلو تجيلي او الصاروخ يمشي 100 كيلو ولا 500 كيلو تجيلي ولا اضرب الصاروخ ده في مكانه قبل ما يتحرك بس هو ده حق الدفاع الشرع نعم وقالت به في الدفاع الاستراتيجي ان انا خارج حدودي اعمل ضربات مسبقة ضربات امنع هذا السلاح ان هو يوصلي فانا لو كان خط الجفرة ده اه سيرت اي قوات هتوصل عليه هتهددني من حقي ان انا اتدخل عشان امنع هذا الخطر وإلا ده من السين هيبقوا عندنا على حدودنا اه ونبتدي بقى نلم بقى عشماوي ولا مش عارك التاني ولا لا ما ينفعش كلامنا انا اضرق الخطر قبل ما وصلني والدول المحترمة كلها بتعمل كده نعم وجوش بيتوبنا بهذه المهمة نعم انت ضرق الخطر عن شعبها مش هتقع في الجوش تقف في خضن الشعب لحد ما يلاقوا الدنات ولا الصواريخ بتتسقط عليهم وهم الاثنين لقى الجيش يطلع برا عشان يمنع الصواريخ دي من اساسها ان تطلق او او الارهاب انه ييجي عندي ده حق الدفاع الشرعي نعم القانون الدولي الدهولي فما بالك انت بقى بالشعب الليبي كمان بيستنجب بيك اه انت عندك دفاع الدفاع مشترك نعم ده رقم واحد رقم اتنين اخلاقيا ده تذكر انت والعالم كله يذكر ان الجيش اللي بيشترك معنا في حرب 73 لسه كنت بتكلم عليها من شوية آه طب ليه دين في رقبتنا ما نقدرش انها ثمانا لاتمن نعم بخبار حضرتك فاذا احنا اخلاقيا اذا استنصرو استنصرونا ننصرهم نعم اليوم دين عندنا لازم نوها في جنبهم في هذه الورطة وبعدين ده المصيبة الكبرى ان اللي جاي ده بيقولك لأ ده انا عايز مصر يعني مش عايز ليبيا بس ده هو بيقول لأنا عايز مصر هو اعلن عن هذا طب خلاص بقى مش هستنك انت لما كمان عايز تيجي مصر لأ ده انا اقطع رقبتك اقطع رجلك قبل ما تحاول تخطي واتفنه بالضبط واتفنه كمان قبل ما يتحرك انا اقطع رقبت وانا اقطع رجله قبل ما يجي نحيتنا نعم مش هنستنى لحد ما نلاقيه هنحدد لواء دكتور ناصر سلم بشكرك شكرا جزيلا